اهلا بحضراتكم في تغطية جديدة بنستعرض من خلالها اهم اخبار اليوم البداية من شركة مياه الشرب حيث تشهد عدد من المناطق بحلوان ومدينة 15 مايو بالقاهرة انقطاع لخدمة مياه الشرب اعتبارا من الساعة 11 مساء اليوم الجمعة والمدة 24 ساعة واوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة ان الانقطاع يأتي بناء على طلب جهاز مدينة 15 مايو تابع الهيئة المجتمعات العمرانية المجيدة نظرا ان قيام الجهاز باستكمال اعمال تغليل الخط الرئيسي ومحابس السحب والطرد بطلبات المياه لرافع المشروع الامريكي واضافت الشركة ان المناطق التي تتأثر بالانقطاع هي مناطق منشية السلام والمجاورات من المجاورة الاولى حتى المجاورة العشرة بمنطقة المشروع الامريكي بحلوان والمراحل الاولى والتانية والتالتة بمدينة 15 مايو والى القوى العاملة فقد اعلنت ان الخميس المقبل الموافق 26 من يناير لعام 2023 اجازة رسمية مدفوعة الاجر بدلا من يوم الاربعاء الموافق 25 من يناير 2023 ومناسبة ذكرى ثورة 25 من يناير وعيد الشرطة ذلك للعملين المخاطبين باحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبحسب بيان اليوم الجمعة اصدرت الوزارة منشورا على مديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة المنشآت الخاصة واضحة فيه ان يوم الخميس المقبل الموافق 26 من يناير 2023 اجازة رسمية مدفوعة الاجر للعاملين في شركات القطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة وذلك في اطار الحرص على توحيد موعد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بالقطاعات الدولة المتنوعة كلما امكن ذلك تحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في المناسبات والاعيال واوضح الوزير انه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم اذا اقتضت جروف العمل لذلك واستحق العامل في هذه الحالة بالاضافة الى اجره عن هذا اليوم مثلي هذا الاجر رياضيا يضع البرتغالي جوزفالدو فريرا المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك الرتوش النهائية على موجهة الاهلي في اللقاء المقرر ليه في الثامنة ونصف مساء غدا السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الاربعتاشر من عمر مسابقة الدوري المنتاز المصري يجري فريرا بعض التعديلات على تشكيلة الاساسية للزمالك خلال لقاء الاهلي نظرا لهبوط المستوى الفني لعدد من اللاعبين خلال اللقاء الاخير للفريق امام براملس في الدور نصف النهائي لكاس مصر اللي فسروا ابناء نية عقبة اربعة تلاتة بركلات ترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي والاضافي تعبوا الاجابي بهدف لمسلو دخل محمد اشرف روءا مدافع وسط الزمالك حسابات فريرة من اجل مزاملة نبيل دونجا في منطقة الوسط في لقاء الاهلي من اجل علاج الثغرات التي يعاني منها الفريق الابيض في منطقة وسط الملعب من احياء اخرى انضم حسين ياسر المحمدي نجم الزمالك الاسبق للجهاز المعاون لفريرة بعد الاستقالة اللي تقدم بيها احمد عبد المقصود من منصبه عقب لقاء بيراميز هو موافق عليه مجلس الادارة كان اسماعيل يوسف قد انضم للجهاز المعاون لفريرة ايضا منذ لقاء الاتحاد السكندر الاخير بالدوري عقب اعتذار اسامة نبيه عن الاستمرار في منصبه كمدرب عام للفريق سبب الاختلاف في وجهة النظر مع فريرة في لقاء اسوان بالدوري واللي خسروا ابناء عطبة بهدفين مقابل هدف بنختتم التقطية بتعليمات غرف عمليات المرور التي اعلنت حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس سواء ظهور الشبورة او الرياح او سقوط الامطار على الطرق الرابطة بين المحافظات بعد توقعات هيئة الارصاد الجوية استقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الاحوال الجوية على مدار الساعة تابع غرفة عمليات الادارة العامة المرور حركة السيارات بالمحاور والميادين وواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق كما تراقب حركة السيارات بكاميرات المراكبة لرصد اي كثافات بالمحاور مع نشر الاوناش بالطرق لرفع اي معوقات مرورية تواق نتجة عن الحوادث أو الأعطار نشرت الإدارة العامة المرور عدد من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق مساعدة قائد السيارات الذين تتعطل سيارتهم أو يتعرضون الحوادث حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 0122-314 مشاهدين انتهت نشرتنا الإخبارية اليوم قدمناها لحضراتكم من تلفزيون اليوم السابع انتظرونا في المزيد وإلى الرقاء اشتركوا في القناة